في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية أبرز ألمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش موقف إسبانيا الذي يعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصدقية لتسوية هذا النزاع تقرير السيد جوتريش ذكر بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في الرابع عشر من مارس 2022 إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي أكد فيها موقف إسبانيا بشأن هذه القضية كما صلت الأمين العام للأمم المتحدة الضوءة على جودة التعاون القائم بين السلطات المغربية وبعثة المينورسو في الصحراء المغربية على صعيد متصل أشار جوتريش إلى الجزائر مرة أخرى بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حيث ورد ذكر الجزائر عشرين مرة على الأقل في هذا التقرير اشتركوا في القناة